شاب سعودي توظيف مهارات متعددة من هواية إلى مشروع سياحي وذلك عبر تحويل الحافلات المدرسية القديمة إلى حافلات سكنية سياحية متنقلة ولكن بمواصفات عالية أو عالمية التفاصيل مع زميل حسين بن مساعد نتابع بدأ شاب سعودي في استثمار قدراته في مختلف فنون البناء كالتمديدات الكهربائية والتصاميم الهندسية ليحولها من مجرد هواية إلى واقع حقيقي يشكل قيمة مضافة إلى الصناعات السياحية المحلية بدر بن زهير طور حافلة النقل المدرسية هذه إلى حافلة سكنية سياحية متنقلة خلال سبعة أشهر استغلت المواهب الموجودة وأيضا دعم الدولة في إصدار ما يسمى برخصة العمل الحر في فن الديكور فاستغلت هذه الفرصة وقمت بترميم هذا الباص أو الحافلة وتحويلها إلى وحدة سكنية متنقلة تستخدم في أغراض السياحة في حل بعض المشاكل الموسمية وعلى الرغم من استعانة بدر ببعض العمالة الوافدة في بعض الأعمال التي تحتاج المساعدة كالحمل والوزن والتثبيت إلا أنه نفذ بنفسه نظاما كهربائيا ذكيا يغذى بثلاث طرق التوصيل المباشر وعن طريق البطاريات التي تشحن تلقائيا أثناء تشغيل الحافلة وأخرى عبر الطاقة الشمسية إلى جانب وحدة تكييف مستقلة عن الحافلة الأصلية طيب بدأنا نشاهد صراحة دقة في التنفيذ يعني إيش أكثر شي تحديات واجهتك فيها إيش اللي يميز عربتك هذه عن غيرها والله الحمد لله بالنسبة للعربة هذه كان من تصميمي وتنفيذي والحمد لله طلعت بالمنظر هذا بالنسبة للميزات استخدمنا نظام ذكي في الإنارات في الستائر في جميع المحركات التي تعمل بالطاقة الكهربائية كذلك حرصنا أن يكون سعة التخزين سعة عالية حتى وصلنا إلى مستوى 500 لتر من المياه للتخزين استفاد بدر من التحفيز الحكومي لمبادرات صنع في السعودية وتطلعه للاستفادة من السوق المحلي الجاذب بعد البرامج السياحية الأخيرة لوزارة السياحة إلى جانب رغبته في سد فجوة سياحية تتطلب وجود عربات سياحية متنقلة في مناطق مثل منطقة العلا وجبال منطقة عسير من الرياض حسين بن مسعد العربية